ولمزيد من التفاصيل اللي بينضموا إلينا الآن دكتور تحسين شعلة أستاذ الناناتكنولوجي والخبير البيئي بعد تحية لك دكتور يعني إلى أي مدى هذه التقالبات الجوية أقرب إلى توقيطاتها من كل عام في البداية سبع الخير على حضرتك وسبع الخير على أستاذ المشاهدين وللأسف الشديد التقالبات الجوية والتغيرات المبناخية سنعاني منها كثيرا خلال الفترات القادمة ما لم يتم التوصل إلى تراق تطبيئي لنواتج مؤتمرات كمم المناخ السابقة بداية من ساعة كوبتو 27 أو مؤتمر كمة المناخ 27 كمة المناخ 28 قدوما بكمة المناخ 29 الناتج ده بنقول إن هي سلسلة من العوامل التي أدت إلى الوصول إلى ما نحن فيه الآن سلسلة العوامل بتتوقف على الأفراد والمجتمعات الدولية الأفراد تعاملهم مع البيئة بطريقة غير حضارية الدول الكبرى وتعاملها مع البيئة باعتمامها باقتصادها فقط دون الاتزام بالاتفاقيات والتعاودات الإطارية التي أقارت بها الأمم المتحدة وبالتالي ما نقف عليه الآن هو مرجوض سلبي للمجتمع الدولي تجاه المناخ والبيئة بصفة عامة أنا أحاول حضرتك السلسلة التطورية لما نحن فيه الآن إحنا بدينا بحطة الامبعاثات الكربونية وزيادة حدتها تلاتها الامبعاثات الغازات الدفيئة ثم الظاهرات الاحتباس الحراري التي نعاني منها الآن تلاتها الحروب التي نعاني منها في خلال فترات قصيرة في سوام بقى الحرب الروسية الأوكرانية ما يحدث فيه فلسطين وإسرائيل أدى إلى الكثير من الضمار مع الاحتباس الحراري اللي بيؤدي إلى زوابان الكطبين زوابان التلج بالكطبين الشمالي والجنوب زوابان التلج ده بيؤدي إلى خلل في الكرة الأرضية نتج عنه أن محور الكرة الأرضية عندما يكون محور الكرة الأرضية في سورة بنقول نوع محور ثابت بيكون دوران الكرة الأرضية حوالين المحور بيكون فيه ثبات لكن ما يحدث الآن أنه فيه ميل بزاوية تقارب لـ 24 درجة لمحور الكرة الأرضية عن المحور الأساسي فبالتالي أدى إلى حركة الكرة الأرضية بطريقة غير منتظمة نتج عنها اللي ما نعانيه الآن حتى تبقى زيادة طول النهار حتى جزئية الفيادانات والأعصير ليه؟ لأن حتى جزئية زيادة المياه في الكطبين الشمالي والجنوبي انفصال بقى كتل كبيرة من التلج أدى إلى خلل في توزيع المياه في الكرة الأرضية خلل في توزيع المياه في الكرة الأرضية نحن لدينا 2.5% من المياه العزبة التي تستخدم فيه الرأي والزراع والشط 97.5% دي مياه ملحة الخلل في إعادة توزيع المياه دي بينتج عنه جزئية الفيادانات والتدميرات التي نرها بعيننا في خلال الفترة الحالية مع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة بطريقة غير مسبوقة ومعادلات غير مسبوقة أدى إلى ارتفاع معدل البخر وبالتالي أطول الأمطار بغزارة لأول مرة نجد أن المملكة العربية السعودية بتهتل عندها الأمطار بغزارة نجد أن المملكة الإمارات المتحدة بتهتل عندها الأمطار بغزارة المملكة العربية المملكة عمان السودان أثيوبيا مع وجود انزلاقات في الطبقات التكتونية بالإضافة إلى حتى الانهيارات اللي احنا ممكن نشهد عنها خلال خلال الفترة القادمة منطقة أثيوبيا بالأخص منطقة أثيوبيا والنول المنطقة القرن الأفريقي ستشهد حزمة من الزلازل مع وجود أمطار بطريقة غير مسبوقة أمطار وفيضانات ستؤدي إلى تدمير تلك المنطقة وبالأخص أثيوبيا والسودان مخاطر ذلك دكتور تحسين وما يعني يتبع هذه المخاطر من تأثيرات على هذه المناطق ما يتبع من تأثيرات هجرة سكان تلك المناطق إلى مناطق المجورة انتهاء دول بعينها من الممكن أن نشهد إعادة توزيع لخريطة الكرة الأرضية مع الفيضانات الغير مسبوقة من الممكن أن نشهد اختفاء مدينة بكاملها أو دول بكاملها وظهور دول أخرى نتيجة لإعادة توزيع الطبيعة دايما الكرة الأرضية بتحاول تعيد ضبطها أو تعيد توزيع المناطق الموجودة فيها سواء بقى وجود نسبة من المياه مع نسبة من اليابسة فبالتالي هذا سيكون المرضوض السلبي خلال الفترة القادمة هو نزوح بعض سكان تلك المناطق إلى المناطق المجورة وهذا يهدد العالم أجمع وليس دولة دولة بعينها وبالتالي احنا بنشهد أن الولايات المتحدة الأمريكية وجود مجموعة من الأعصير الأعصار ده في حد ذاته وده كارثة مدمرة كارثة طبيعية مدمرة لأي بنية تحتية لأنه بقول لحضرتك أن الأعصار بيكون الكتر بتاعه بيصل لتنين ونص كيلو متر مربع الكتر بتاعه الكدرة التدميرية بتصل لتسعمائة وخمسين كيلو متر مربع سرعته بتبتدي من خمسة وسبعين كيلو متر وربع في الساعة مثل خمسة وسبعين كيلو متر في الساعة إلى أن تصل إلى فوق المتين وواحد وخمسين كيلو متر في الساعة بتهدم دول بعينها يعني الموضوع الموضوع كارثي وخطير ما لم يتم الاستجابة الفورية لما تبغيه الأمم المتحدة أو لما تريده الأمم المتحدة من إعادة ضبط التصرفات تجاه المناخ والبيئة وبالتأكيد يعني سيؤثر ذلك على المحاصيل الزراعية ربما يختفي الأمن الغذائي في خطر الأمن الغذائي في خطر إحنا بنحكي هحكي لحضرتك بعض الأمثلة يعني على بعض على سبيل المثال لا الحص بنجد أن البرازيل البرازيل كانت أكبر دولة منتجة للكاكاو والبن نجد أن نسبة الانتاج وصلت لي 50% نتيجة لي التغيرات المناخية وارتفاع براجعة الحرارة غير مسبوكة نجد أن كينيا والهند أكبر دول منتجة للكاكاو بنجد أن الانتاج انقفض بمعبل يفوق الخمسين في المائة إعادة توزيع الخريطة المناخ الزراعية في العالم كله سنشهدها بشدة خلال الفترات القادمة يعني مثلا نجد أن جمهورية المصر العربية نجح فيها زراعة البن في منطقة القناطر الخيرية وأنتجوا 10 ألوال بني اليمني وأنتجوا 10 ألوال بني اليمني ونجح زراعة الشايفي الإسماعيلية هل المناخ اللي إحنا بنقيشه في جمهورية المصر العربية هو المناخ الطبيعي اللي إحنا بنقيشه وده ربما كان سؤال التالي لحضرتك دكتور تحسين يعني هل هذا المناخ الذي نراه الآن في مصر وارتفاع درجات الحرارة بهذه الدرجات ووصولها لربما الـ 45 درجة هل هذا أمر طبيعي وفي الأعوام القادمة هل ستزداد هذه الدرجات درجات ونرى أنه يعني مصر بتشهد درجات حرارة مرتفعة كما هو في دول الخليج لا لا أنا بالتأكيد أن جمهورية مصر العربية الظواهر المناخية الحالية في فصل الصيف الحالي هي ظواهر مناخية بنقول أنها هي أجائية أو طارئة ولم ولن تستمر الفترات طويلة وانا نتيجة لظهور ظاهرة النينو اللي ابتدت في يونيو 20-23 واستمر أثارها حتى الآن وبدأت الآن ظاهرة اللانينو بالمحيط الأطلسي توازياً مع المحيط الهادي فبالتالي الفترة القادمة ستشهد انقفاض ملحوظ في درجات الحرارة يعقوبها شيطة قارس ثم صف القادم من شوء الله مش هيكون فيه أي مشكلة في درجات الحرارة أو لم ولا نشهد الاستفاعات المسبوكة في درجات الحرارة نتيجة لأن احنا ماشيين بمخطط محترم بتنظيم من رول سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء المخطط ان احنا بنتاج الانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والابتعاد تماماً عن الانتاج الوقت الحفوري ماشيين انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سنصل إلى أكتر من 40% في 20-30 وبالتالي احنا بنصير بخطة ثابتة نحو الالتزام بالتفاقيات والتعهدات الإطارية للأمم المتحدة والتي سيكون لها مردود إيجابي على المناخ بصفة العامة في جمهوريتنا في مصر العربية وأنا بعتقد أو بتوقع إن شاء الله أن المردود هيكون إيجابي خلال الفترة القادمة يعني لأن احنا بنصير بخطة ثابتة في ذلك الملف وبنتطور فيه بشدة مقارنة بجميع الدول الأخرى التي لا تستجيب فبالتالي يكون المردود السلبي عليها خلال الفترات القادمة إن شاء الله أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور تحسين شعو الأستاذ النانو تكنولوجي والخبير البيئي على هذه المداخلة